من مدينة تنجة تنضم علينا مراسلة الغد فدوى المرابطي فدوى إذن ما هي كواليس هذا الاجتماع وما هي أهم مخرجاته انتهت قبل قليل كما تبعتم الجلسة الختامية أشغال هذا الاجتماع التشاوري الذي ضم ما يقارب 123 نائبا عضوا في مجلس نواب الليبي من الجهات أو الأقاليم الثلاثة الليبيا من الشرق والغرب والجنوب ستة أيام كانت في معظمها عبارة عن جلسات بين الأعضاء من أجل التشاور في عدد من النقاط الخلافية هذا الاختتام الذي كان قبل قليل هو بمتابة نهاية مرحلة انقسام لهذه المؤسسة التشريعية وبداية مرحلة جديدة كان هناك إعلان عن العدد من القضايا يعتبر في حسب مراقبين إعلان حسن نواية تطبيق هذه النقاط على أرض الواقع في ليبيا سينهي بشكل كامل الإقسام الذي عاشته المؤسسة لسنوات عدة هو الشبع أول من نوعه تم الاتفاق على اختيار مدينة بنغازي كمقر دستوري لانعقاد مجلس النواب لكن الجلسة المقبلة التي ستلتأم في غضون الأيام القليلة لربما يوم الاثنين ذلك بحسب الترتيبات ونهايتها في أرض الميدان في غضامس هي جلسة ستكون رسمية سيلتأم من خلالها أعضاء مجلس النواب لماذا غضامس؟ غضامس لأنها كانت شهدة على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار أيضا لأنها في حكم المتواجدين هنا بطنجة هي مدينة محايدة قد يصعب التئام مجلس النواب سواء في طرابلس أو في بنغازي لكن اختيار مدينة غضامس هو اختيار أرضية محايدة بالنسبة لهذه الأطراف أيضا هذا الاشتماع كان نقطة تأكيدية على تزكية مخرجات حوار 5 زائد 5 الذي احتضنته مدينة مزنقة الأخير بشأن المناصب السيادية السبع وفق الاتفاق السياسي لصخيرات لسنة 2015 وخمسة عشر إذن الشمع كان ناجحا بحسب الأجواء التي عشناها أعضاء النواب فور انتهاء الجلسة بدأوا يأخذون صورا سواء من الشرق أو الغرب أو حتى من المتواجدين من المستقلين لاحظنا أن هناك نوع من الإيجابية نوع من الابتسامة في وجه الحاضرين وأيضا رغبة من خلال تصريحاتهم في تفعيل ما خرجوا به هم يريدون إرسال رسالة إلى العالم على أنهم قد أنهوا انقسامهم وأنهم مستعدون لتدبير المرحلة نجاح هذا المؤتمر يعني نجاح المغرب وجهوده بتوجيهات من الملك محمد السادس في توفير كل الشروط والإمكانية المتاحة للفرقاء الليبيين من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار أشكرك فدوة بوجهات النظر إذن محطة جديدة تنجح بعد كل من بوزنيقة اليوم طنجة ولربما قد يكون بحسب بعض مصادرنا الشماعون يوم الاثنين قد يضم وفدا عن مجلس نواب الليبي ووفد عن مجلس الدولة 13 زائد 13 لم يحدد إلى حدود الساعة جدوى الأعمال هذا للشماع شكرا جزيلا لك فدوة المرابط مراسلتنا من طنجة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك